يا أهلاً ومرحباً أنا عبدالعزيز الغامدي وهذا بودكاست المسؤولية الاجتماعية أحد منتجات سماوة اللي نهدي فيه لأثراء المحتوى بتجارب القطاعات المختلفة في المسؤولية الاجتماعية استضطت في هذه الحلقة الأستاذ لؤي نسيم مؤسس شركة لومار ورئيس مجلس إدارة جمعية الأزياء تكلمنا عن بداية لومار وكيف قدروا أنهم يصدروا صورة جديدة عن الثوب السعودي وبرضو تكلمنا عن مبادرات اللي صارت من لومار مثل مبادرة توظيف السجناء ومبادرة تدريب الفتيات على خيطة رجالية وأيضاً مبادرة تستبدل ثوبك وكيف قدروا أنهم يدخلوا موسوعة جينيس للإرقام القياسية بأطول ثوب في العالم وتكلمنا عن أمور كثيرة تخص المبادرات والنجاحات التي حققتها لومار شاركوا هذه الحلقة لكل من تعتقدون أنها تهمه أترككم مع الحوار يا أهلاً وسلام بمحمد أهلاً بيك أهلاً بيك أخي عبد العظيم حقيقة أننا تشرفنا بوجودك معنا وفي البداية أريد أن نعرف إيش هي لومار يعني هذا السعال ما اتفقنا عليه بداية لومار فكرة لومار في مجال طبعاً نتكلم عن موضوع لومار يعني نتكلم عن البراندات اللي هي موضوع الثياب والأشياء لذي كده بس كيف بدت لومار؟ يعني كيف دخلت السوق لومار؟ ويعني كيف الأمور اللي صارت بعد ما دخلت لومار السوق؟ أيوة يعني شوف هو تقدر تقول لومار شركة تنشر الجمال تمام؟ بكل معاني الجمالية لهذه الكلمة البداية كانت يعني صدفة دخلنا هذا البزنس أنا كان مجالي طبعاً أنا متخرج يعني Graphic Design من The Art Institute Of Houston ورجعت واشتغلت في الإعلانات تقريباً تسعة سنوات كنت المدير الإبداعي للشركة وهذه أدتني كثير من الخبرة يعني جلوسي مع الرؤسات الشركات أو مسؤولين التسويق والمبيعات تعلمت أو أخذت من خبراتهم في هذا الموضوع مما أضاف لي أنه سهل علي أن أبدأ مشروعي الخاص فلما جاء المشروع بالصدفة بدأنا أنا وأمنا الحداد في البيت بخياط واحد وكنت بجرب على نفسي لأنه أنا ماني واثق أنا ما كنت أحب التوب ترى أنا على الفكرة ما كنت أحب التوب والناس عارفيني يعني لكن مديري كان يعني يضغط علي أن ألبس تياب لما نروح أقابل عميل أو كده فلما رحت السوق وشفت التياب اللي موجوده حزنت على المستوى اللي موجود في الأسواق يعني ليش؟ لأن أنا ألبس بانطلون وألبس جميس وألبس بدلة وأنتبه لي نوع الخياطة ونوع القماش والتصميم كيف وكيف تصميم موزون بحكم أن أنا يعني مصمم جرافيك لا أنا مصمم أزياء لكن كلها يعني مصمم يشوف التفاصيل التفاصيل في كل شيء مو زياحة ثانية يعني مو زياحة ثانية عينه مختلف والمنظور اللي طالع منه مختلف فجي تقارن يعني القميص مع التوب أغلى توب مع أرخص قميص لا أرخص قميص أحلى من ناحية الجودة من ناحية طريقة الخياطة فلقيت أن هنا في فرصة في فرصة السوق كان الستاندرد تبعه اللي هو العالي مرة هو أوطى شيء بالنسبة للقمصان والبنطلونات واللبس الأجنبي فأنا لقيت هنا فرصة أنه لا أنا أقدر أطور في في التوب السعودي أقدر أطور فيه أقدر أحسنه فكنت خائف أنه ما كان بيزنس فكان أعمل التوب علي أنا وأجرب على نفسي أشان لحد يعني أجرب على الناس لا أجرب على نفسي ما أحد يلومك بعدين ما أحد يلومني ولا ولازم أنا أقتنع إذا أنا اقتنعت أقدر أقتنع على الناس بعد كده إذا أنا ماني مقتنع ما أقدر أقتنع أحد فقعت تقريبا سنة وأنا أصمم تيابي بنفسي والخياط اللي عندنا في البيت هو اللي أعمل له ولما كان يغلط ولا يروح يمين ولا يروح شمال لا يعم يجيبها كده أبغاها كده ما أدري إيش بالطريقة هذه لأن ما طلع توب مضبوط من وجهة نظري تمام أول توب لبسته قلت واو هذا هو التوب اللي أنا يعني أقدر أخرج فيه وأنا مرتاح ومبسوط وهو هذا التوب اللي يمثل شخصيتي ليش تلبثوني توب مو توبي يعني ما أحب التوب القاسي من هنا ولا الياج القلاب ما أحبه ليش أنا أبغا أكون يعني شخصيتي تتمثل في اللبس اللي أنا ألبسه فلما سويت التوب ده أتبسط قلت التوب هو ده هذا التوب لأي خلاص فأفضلت سنة كاملة وأنا أسوي تياب ألين ما جاء يعني مديري يعني هو الوحيد اللي ما كان يعلق على التياب يقول أوكي طيب طبعا المجتمع والناس وهذا يعني تبهدلوني من أقرب الناس إلى أبعد الناس اللي ما أعرفهم طالعا أنا ما أشوف الشارع أنا يعني حديث الشارع أكون إيش التوب اللي بسستة إيش التوب اللي لونه التوب أبيض وخيوطه حمرة فبقا ما كنت يعني شي غير مألوف غير مألوف للناس بس بالنسبة لي أنا ثم يمثل شخصيتي شخصيتي خلاص هو أنا اللي حلبسه وعجبني ومرسوط عليه وما مني عامل فستان ولا أنا عامله يعني شي تاني فماشي مزبوط من هنا بدأت الفكرة عملت له التياب اللي بغاها عجبته طبعا أطريت عمل له عشرة تياب لأنه قلت له أنا ما هعمل لك توب إذا تبغى التوب بألف ريال وأقل شي عشرة تياب يعني عشرة لاف تديني هي دحين أبغى شرده والله ما أبغى أنا ما أبغى أفعل بيزنس ولا فاضي بيزنس ولا شيء أنا مقصود في شغلي وماشي تمام يعني المبلغ هذا حق أنه يعني تراها غالي وعالي ووخر عني أيو أيو وكان أغلى توب وقتها مئة وعشرين ريال إلى مئة وثمانين ريال ذلك كان أغلى توب واشتراها كاملة يعني أخذ له يعني بعد ما ثبني وهذأني أخذها دفع لي عشرة لاف شيء كده ورحت وقلت لمرتي شوف ضحكت على فلان عيثة وخذت منه عشرة ألاف واضطريت عمل له عشرة تياب مختلفة كيف طلعت معي الفكرة أنا ما أعرف قال لي يلا عمل لي ما هتعمل لي نفس تياب عمل لي كل تياب تصميم أفكر كيف أعمل له هذا طيب بعدين كده جات فكرة في بالي الحمد لله إلهام من ربنا يعني تقول له أسمع هذا توب حق صلاة الجمعة تروح في المسجد تلبس هذا توب هذا توب تروح فيه الرياض لازم يكون كلاسيك ويكون كده جدي يعني توب جدي ما هو توب جداوي أيوه طيب هذا توب تروح في دبي هذا توب تخرج مع مرتك فيه هذا حق الكافية هذا حق الشباب هذا حق البر هذا حق رمضان هذا حق العيد فوزعت له عشرة تياب بالضب على المناسبات والمدن بالضب وهي جاتي أنه يعني نحن نلبس التوب من الصباح للليل هو نفس التوب نروحنا فرح رحنا عزة رحنا مكان رحنا كافية هو نفس التوب بينما في الموضة العالمية لا لكل لبس يعني مكان حتركها في نفس اليوم إيه في نفس اليوم لما تروح شغلك في الصباح تمام حتروح لابس التاي والبدلة والجاكت تروح عندك اجتماعات تخرج حتفصخ الأشياء دي وتفتح هذا إذا ما رحت البيت إذا رحت البيت هل تلبس جينز وتنزل مرة ثانية تكمل يوم التحت يعني اللي هو تكون خلاص في ضيط شغل لا لبس والاجتماعات لها لبس والليل لا لبس يعني في المساء ما هتلبس يعني قميص أسود في الصباح هتلبس أبيض في الليل اللون اختلف فقلت ليش ما يصير في التوب نفس الشيء أيوة يعني بغض النظر عن الصيف والشتاء وهذا بس أنا بتكلم بالعموم إنه أوكي ما يعني تلبس التوب الأبيض في النهار في الليل ألبس توب يعني ثماوي ألبس توب كده يعني لون مختلف يمشي مع المكان يترايحه أيوة فطلعت العشرة التياب هذي أخده عجبته كويسين يلا السلام عليكم مع السلامة يقول لي أبغى ثاني بعدين اتصال من ولد خالته بعدين اتصال من قاربه بعدين اتصال من نبغة 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 طبعا قليل اللي كانوا يعني استهوتهم هذي التياب قليل يعني نسبة يمكن تقول ثلاثة في المية من الناس اللي أعرفهم من هنا بدأ تزودنا الخياط ثاني بعدين شلنا تلفزيون حطينا بداله خياط شلنا الكنابة حطينا بداله طاولة قص كده في البيت في البدروم صار عندنا خمسة عشر خياط فجأة كده في ثلاثة أثنين من 2001 إلى 2004 صار فيه خمسة عشر خياط وهنا متعبت أنا لأنه ومونا تعبت لأنه مونا تروح في النهار تشتري الأقمشة وهنا كانت يعني تتعرض لمضايقات يعني أنتو إيش جابك إنتي لشتبت عشرين طاقة ولا عشرة طاقات حق تياب رجالية إيش إيش عندك يعني شي ما هو معلوف ما هو حتى يعني دخلتها غريبة بنسبة لهم يعني ممكن تشتري طاقة أوكي مترين ثلاثة متر حق توب بس تشتري خمسة طاقات واشتري عشرة طاقات ثارت الضائق يعني بعدين تروح تشتري الأكسسوارات السلثات كده بالجملة يعني فاهم وبعدين ترجع تشرف على المشغل أو على المكان أنا أجي في المغرب أكمل علينا الليل مع الخياطين تعبت يعني تعزيت في الدوام تعزيت الآن في الدوام أيو أيوة فقلت الله يا نكمل في البيت بنفس هذا البراند ونطلعه نسوي براند ونطلعه خلاص ونعمل البزنس حقنا أو أنه وأستقيل أو أنه لا أقفل البزنس هذا وأرجع الكنبة وأرجع للتلفزيون وأرجع حياتنا عادية وأرجع أنا موظف عادي قالت ليش أنت تتميل ليش قلت له أنا أحب المغامرات يلا أني غامر ما أنا خسران شي خلاص خلاص خلينا أستقيل وكذا جيت أستقيل قالوا لا سنة عندك تدينا سنة مو ثلاثة شهور ولا شهرين ولا سنة تقعد أليم ما نلاقي واحد ثاني قلت له أنا خلاص أنا حبدأ البزنس حقي وأنا موظف تبقوني ما عندكم مشكلة أنا حبدأ حبدأ والله وبدأت في 2005 رسميا أو نهاية 2004 وبدأنا البزنس هذا واستقلت يعني بعدها بسنة استقلت يعني كان جاء الوقت اللي هو خلاص أتركهم في 2006 فكمان السنة هذه كانت ضغط عليّ مرة كبير كانت ضغط مرة كبير عليّ أسافر وأجي وفي ناس وفي بزنس وفي عملة وفي تياب وفي مشغل صغير فكانت كانت صعبة والله لكن أيام حلوة أنا أفتكرة أنا ومونة صراحة أيام حلوة هي كانت قبل قبل اسم لومار ما كان اسمه؟ كان في أسامي كتير والله أنت فكرتني كان في شيء اسمه توب 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 يعني الفخم أو كده وبعدين كان في اسمه مون لو برضو مونة أو لؤي كان في اسم الثالث كمان ماني فاكر إيش هو إلى ما وصلته إلى أيوة لومار أول حرف من لؤية وأول حرف من مونة وبعدين في الأخير عشان نديها يعني لما تسمعه تحسها أوروبية تحسها جايّة من بلد الموضة كده لومار كده تحسها إيطالية أو فرنسية كان الفكر من البداية أنه أنا ما هفتح شو ما أشغل ترى أنا ما هفتح محل خياطة أنا ما أبغى محل خياطة أنا أبغى أثوي براند أنا أبغى أثوي مصنع أنا أبغى أصدر أنا أطلع برا المملكة زي ما هذه البراندات بتجينا نحن نبرح لهم فهذا كان التوجه كان هذا التوجه عشان كده ولا كان كدير قال يا شخص سميه لؤي للخياطة الرجالية سميه الرجل أنيق سميه اسم عربي فمن هنا جاء فكرة الأومار أنه أنا أبغى يعني أكون توجهي يعني عالمي عالمي تمام من هنا جاء الاسم ولكن سميته يعني الرجل هو وسيم أنا نسيم هو وسيم يعني يمشي الحالة أي يركم هذا واسمه كان فكري لا أنه فكري عالمي جميل وعلى فكرة يعني التصاميم أنتم شاركتم في اللي هو سبوع الموضة في رياض طبعاً أنت نحن نقصت عشرين سنة رجعين أيوة كان في أكتوبر هذا وما هي أول مرة يعني لأنه من بعدها هناك سؤال موضوع تقبل الناس الفكرة أصلاً يعني أنا لما نجيب الموضة الآن ونرجع بعدين أنه هل كان الناس بيتقبل الموضة هذا ولا لا؟ شوف زمان كان أول ما بدينا قلت لك التقبل كان نسبة ثلاثة في المية أربعة في المية تمام؟ حتى من أقرب الناس يعني تخيل مثلاً واحد من أخواني أو اثنين من أخواني رفضوا أنه عمل لهم تياب مجانية تمام؟ من تيابي اللي أنا بأسوي في البيت أو حتى لما فتحت المحل المعرض رفضوا يمكن ثلاثة سنين أربعة سنين يقول لا نلبس تياب من تيابك لماذا؟ من تياب لأمار ما نلبس نحن كلاسيك نحن نحب الكلاسيك أو أعمل لكم كلاسيك لا خايفين ما عرف خايفين من إيش بس أنه هذا يعني هذه شريحة من المجتمع اللي هي ترفض التغيير يعني من أساسه وما عندهم يعني استعداد أنه هم يعني يجربوا غرفت علي فهذا كان عموم الناس بهذا الفكر وبعد ثلاث سنوات جربوا بعد ثلاث سنوات جربوا بعد ثلاث سنوات جربوا وما جاءوا جربوا دفعتهم ما ديتهم قلت له من الثلاث سنين كان فريد الحين تدفعوا لأنه شافوا اللي حوالينا بيلبسوا إلا هم يعني يعني الثلاث سنوات هذه هل كانوا بيشوفوا والله في تطور عند في لومار والأمور هذه مع أنه أنت قلت له أنه فيه تياب كلاسيكية يعني إيه فيه تياب كلاسيكية طبعا ففكرة أنه والله أصلا هم مهم متقبلين أنه بيغيروا في شيء معروف من زمان وشيء رسمي ولا تخرب لي إياه يعني أي أي فيمكن هذا الشيء اللي كان بيواجه نظبط يعني الناس ما تبقى تلبس والناس تعلق عليها وليش أنت لابس الشكل ده أو لابس لأنه بيشوف شخص متميز يعني أنا أول ما دخل المكان يعني ثياب بيضة 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 أو على حسب الجو يعني فجأة يعني هذا بيكون محط أنظار مئة في المئة مئة في المئة أي فاللي عنده استعداد أنه النص طالع فيه طول ما هو ماسي يجي لومار وتتريق عليه إلبس لومار وعلى فكرة يعني كمان بقول لك على حاجة هم يعني يعني نحن كرجال تمام في هذا المجتمع ما نعرف نلبس لا توب ولا بنطلون ولا قميس كيف؟ ما نعرف يعني ما نعرف نلبس ما نختار ولا طريقة ما نعرف نمزج الألوان مع بعض أو الأسالات مع بعض أنا أتبق معك صحيح؟ لكن زوجاتنا وأمهاتنا وأخواتنا لا مع الموضة على طول ويعرفه ليش كده الاختلاف؟ هل هو بطبيعة الرجل نفسه؟ لأنه هو بس بتعود على لون واحد وستاندرد وتصميم واحد ما يعرف غيره فلما تقول له تعال ألبس مثلا منطلون ولا قميس ما طب إيش اللون اللي يمشي مع اللون إيش القصة اللي تمشي مع القصة ما يعرف ما هم تابع للموضة العالمية وما يلبس اللتياب طول السنة بس ما يجي بسافر حتى كانوا يسافر بالتياب حتى أوروبا يلبسوا توب يعني كانوا زمان ولما يجي يلبس توب بطلون وقميس يخبص أمه الألوان يعني الألوان فيستشير مرته أو استشير زوجته وهم اللي يقولون كده هذا يمشي وهذا ما يمشي وعلى فكرة إلى اليوم السيدات لهم تأثير مرة كبير على قرار الرجل في لبسه بالنسبة للتوب بالنسبة للثوب للتوب للبدلة أو للقميس إلى اليوم إلى أمس يعني أمس كده شوفت قدام عيني بس تشوف أنه الآن يعني الرجل بدي طبعا طبعا أختلف أنا أتكلمك على عشرين سنة أنت تقولي على عرض الأذياء الأخير لا الناس متقبلين يعني متقبلين التغيير لكن يقول لك أوكي التغيير حلو لكن أنا ما ألبسه يعني هذا اللي مرة متحفز يقول لك حلو التغيير ممتاز أنا ما ألبسه أنا ما أجربه أنا كبير في السن أنا وضعي الاجتماعي ما كده وفي ناس إلى الآن يشتروا التياب مثلا التياب معينة يعني يكون عجبوا التصميم لكن ما يقدر يظهر فيه قدام أهل أو نجتمع فيروح يخبي التياب هذي يشتري مثلا ستة تياب ثلاثة منها كاجول يخبيها في السيارة والثلاثة خلاص يوريها المرتو يلبسها قدام الناس والثلاثة في السيارة دي يلبسها في البر يلبسها في رحلة لدبي يلبسها غرفت عليها أه أو عندما يروح جدا مثلا يجي جدا مثلا يلبس التياب هذي يعني في في يعني الاختلافات هذي موجودة يعني وعلى طار الأزياء يعني إيش اللي يسافه في سبوع الموضة اللي برياض طبعا طبعا فكرة سبوع الموضة أو عروض الأزياء هي إظهار مدى إبداع المصمم أو مدى إبداع البراند هذا فين البراند هذا قدي يقدر يعني فين يقدر يروح لي فين يقدر يروح هل عنده حدود ولا ما عنده حدود يعني هذا الغرض من عروض الأزياء موش الغرض إنه أنا بوري الناس أنا إيش هقدم في معارضي تمام فلازم تكون يعني سبعين في المئة من القطع مجنونة أو خمسين في المئة مجنونة تكون هذا يقول واو هذا مرة مبدع هذا المصمم مرة مبدع تمام لكن هذا مهل البيع فنحنا قدمنا 30 نموذج أو 30 تصميم اللي أنا أقدر ألبسه من 30 تصميم هذه يمكن 15 والبقية البقية البقية ما أقدر ألبسها لأنها خارجة مرة عن المألوف يعني التوب مثلا كان وهذا يعني من تصميمي التوب مثلا شفاف شفاف نايلون من تحت لفوق بس إنه بوري إنه فين ممكن نروح طيب طبعا تحته فيه يعني التوب ثاني بس لهذه الدرجة التوب مثلا من جرايد فهذه هذه الأشياء ما تتباع هذه ما هي للبيع هذه بس للاستعراض تستعرض فيها عضلاتك وإنت فين رايح يعني مخك فين حيوديك تمام فهذا الغرض منها فطبعا تعليقات ثلبية كتير أكيد يعني إيش أغرب تعليق أغرب تعليق وصل لكم يعني يعني فيه منه رجالي مثلا هذا التوب فيه منه رجالي يعني هذا كان من التعليقات المهمة يعني أيوة تمام والتعليقات الثاني يعني فيه أشياء ما تنقل تمام وفيه أشياء يعني يعني أنا يعني أشفق عليهم لأنه ما هم فاهمين يعني عشان كده أنا قاعد أفهم الناس اليوم بقول إنه عروض الأزياء هذه الغرض منها بس إنه استعراض المصمم لعضلاته ولفكره ولفنه موش للبيع يعني ما هي للبيع جزء منها قد يكون 30% إلى 40% هذا ممكن حينزل في معارضنا يعني من الثلاثين قطعة دي نزل في معارضنا يمكن بس توبين ترى وثلاثة جاكيتات فقط اللي قابل إنه يتباع إنه يتباع أيها وغير كده أنا ما أرضى يعني أنا ألاقي مثلا شيء خارج على المألوف أنا ما أرضى كصاحب الشركة أو المصمم إنه أبيعه أو أنزله تمام فيه ناس طلبوا أشياء لكن اللي طلبوها أغلبهم يعني خواجات أمريكان أجانب نقول لهم والله هو بس قطعة واحدة هذه كانت في الشورون ما فيه لكن تبغوا نعمل لكم هي ونرسل لكم هي فيعني حتى الشي العالمي إنه بيجوا يتواصلوا معاكم من وين نبغى شوفنا التصميم كتير يخشوا على إنستجرام أنا في أستراليا أنا في أمريكا أنا من وعجبني التصميم هذا وأنا أبغى أبغى أيها أوكي فناخد بيانات ونحاول نعمله هو نحاول نخدمه ونعمله الثوب أو القطعة ونوصل له هي وأغلبهم نقول لها ما هي قطعة واحدة ما هي للبيع ونعتذر منك وبالنسبة لموضوع الثياب نفسه يعني لو تكلمنا على الثوب نفسه أي أحد يعني أنا الآن عندي ثوب أو قماش خلينا نقول وأبغى أجيب لكم إياها أنت في لومار عندكم طريقة معينة أنه بتمر على مراحل معينة الثياب نفسه يعني الثوب لو جاء سواء أنا بفصل عندكم أو أنه بجيبها من بره يعني أي أحد يقدر وبالشروط اللي هو يبغاها لا طبعا هو يعني الثوب عبارة عن حاشتين رئيثية يعني كمنتج هو القماش والخياطة طريقة الخياطة كيف فنحن عندنا مراحل جودة يعدي عليها الأقمشة يعني نحن مثلا نستورد ستمية ألف متر في السنة تقريبا يعني ستمية ألف متر تمام نحن نرى كل سانتي نرى بعيدنا المجردة كل سانتي شغل يدوي يعني ما هو شيء لا على مكينة كده يعد القماش وفي واحد إنسان بشر يطالع يشوف فين العيوب اللي موجود في القماش وإذا في عيوب عنده تقرير اكتب خمسة وعشرين متر هذي فيها العيوب هي ستة عيوب في الأقمشة ما تخرج عنها العيوب هذي تمام في أشر على كل عيوب طلع وبعدين هو نظام اسمه فور بوينت سيستم لازم ما يعدي عن عدد معين من الغلطات أو من المشاكل الموجودة في القماش عشان يأخذ الكارت الأخضر إذا أخذ الكارت الأخضر معناته هذا أبروف ومعتمد باللومار أو يأخذ الكارت الأحمر هذا ما هنمسكه هذا هنرجعه لبلده من فرنسا من إيطاليا من سويسرا إرجع خلاص ما نستخدمه حتى لو كان شيء عالم وجاكم لا أنا ما أقبل إلا بالشروط اللي عندي وبالجودة اللي أنا حقا فاقت الجودة الأوروبية يعني نحن نأخذ من أهم الشركات في أوروبا من فرنسا من إيطاليا من سويسرا يقولون لنا ليش بترجعون لنا الأقمشة ليش بنقول لهم في غلطات يقولوا طب السوق كده يعني كل الناس بتاخد لا هذا مخروم ليش مخروم هذا في خط خارج كده يا تعدوا لك ولا تحقتكم يعني ما حنقبل الأقمشة هذه ونرجع لكم هي فهم مستغربين إنه ليش رجعتوا ونحن آخر السنة عندنا تقييم لكل الموردين حقون الأقمشة التقييم هذا لو التقييم الثانوي هذا إنه هذا المورد تعبنا في القماش السيئة حقه تمام ما نتعامل معه بعد كده خلاص نحط عليه X نشوف مورد ثاني يعني لهذه الدرجة نحن نهتم بالتفاصيل للتفاصيل في الجودة من القماش من بداية القماش فالقماش أكيد ناخده نشوفه تحت الإضاءات زي الإضاءات هذه نشوف الوزن حقه كم قرام طربنا 220 قرام لازم يجينا 220 قرام أقل بواحد في المئة اثنين في المئة نعديها بس أكتر من كده لا ما تعديه نحن بنصمم القماش على فكرة نحن ما نروح ناخد القماش نشتريه زي ما هو يعني هذي القماش اللابسه هذي نحن نصممين النسيج حقه كم وزن الخيط كم ثماكته إيش نوع الخيط كل حاجة فلما يجي لي نقعد نوزن القماش ونقعد نغثل ونشوف قده كاش واحد في المئة ولا اثنين في المئة عندنا نسبة معينة ثلاثة في المئة إلى أربعة في المئة أكتر من كده لو كاش نرجع القماش ما نروح نغثله مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة لأن كل ما تغثل حيكاش فهذا نرجعه لأن بعتك التوب واخدته وروحت غسلته بعد ما نحن غسلنا غسلتين أو ثلاثة وروحت غسلته برضو حيرجع يكاش فليش هتعب نفسي وزعل زبوني وعميلي يرجع يجيني مرة ثانية زعلان أخلاص القماش ده اكس ما نبغى حتى لو رخيص حتى لو غالي حتى لو فرصة حتى لو ستوك ما نقبله في قسم الجودة بس أنا استمتع فيها لأن الخلفية عندك خلفية التصميم أنا أحس أنه من أراد أحدكم أن يعمل عملا فليتقنه فيا أتقن عملي وأطلعه بإحسان وإلا أسيب الشغلان هذه وامشي يعني بعض الحين السوق يضغط عليك غالي سعركم غالي سعركم غالي يعني كيف ننزل السعر؟ أول ما ننزل السعر ابدأ يعني نضحي شوي في الجودة وهذا الشي أنت عندكم؟ لا يعني ما أقدر أضحي في الجودة صراحة ما أقدر ما أقدر يعني أنت حتى لو جبت لي قماشي من بره قلت لي هذا قماشي وفصل لي هو حينأخذه منك ويروح مرحل الجودة كلها ونرجع للعميل نقول لي ما عليش والله ما عدا من الجودة حقت لو مار يقول لي أنا قماشي أنا جاهب وأنا دافع فلوس وأنا مشتريه من فلان وأنا مشتريه لقد حقت لو مار فتفضل قماشك سامحنا ما نقدر نتفصل لك هو يعني حتى مش أنه اللقمش اللي عندك محتر وأنا بجيب قماش من بره للأسف أيوة هذا اللي نسويه نحن لأنه شوف يعني أي شيء عطل كمان طبعا فيه بروسس في المصنع يعني يعني فيه عمليات متراسطة مع بعض كده أول ما تنهز واحدة تعطل اللي بعدها وتعطل اللي قبلها ولما تجي مثلا تجي قول لي لا أنت القماش المخروج هذا شوية من هنا شيلوا وحطوا في الجيب أنا عشان ألف اللفة هذي وأروح أهتم بتوبك هذي اللي أنت جايب القماش عشان وحطه في الجيب أنا أكيد ضيع الساعتين طب الساعتين هذي تسوى عندي فلوس فما أقدر أضيعها عشانك تمام بس عشان كده نحن ما عندنا نقص باليد نحن نحن ناخد بقاساتك تيجي على طول على الكمبيوتر على طاولة 16 متر يروس الأقمشة مع بعض ويضغط الانتر وتروح تقص البترون وتقص التوب على طول تقصه في ثلاث دقائق طب الواحد ثلاث دقائق بس روحت للخياط الثاني عاري يقول له شي اللي هذي حطه في الجيب أخفيها من الجيب المغفي فيه هدر من هنا فيه هدر من هنا معليش ممكن مع الخياط عادي اللي هو يقص بيده ويقعد يقص في التوب ممكن ساعة ونص أنا ساعة ونص ما أقدر أنا ثلاث دقائق يعني وصلت لثلاث دقائق قصة التوب فيها ما أقدر أكثر من كده واللي وصلها موضوع الجودة عندكم ما تنازلون عنه ما تنازل عنه لا وفي السنة تقريبا كم ثوب تفصلوا يعني وصلني إلى مئة وعشرين ألف توب تقريبا في السنة لمختلف الأنواع فيها العملة تقريبا ستين ألف عميل يعني نخدم فيها ستين ألف عميل خمسة وخمسين ألف عميل زي كده سنويا غير المشاريع اللي جينا خارجية زي يونيفورم مثلا يجيك يونيفورم عشرين ألف قطعة ثلاثين ألف قطعة زي خطوط سعودية زي مثلا يعني بعض الشركات اللي طلبوا منها كميات كبيرة يونيفورم نجيب الأقمشة وعلى طول نقصها ونخلصها فهذه مع ثلاث دقائق يعني هذه الأزالة من ضمن ثلاث دقائق لو نبث ثوب الواحد أو يعني يعني أنت جيب ثوب أو عشرة تياب تأخذ ثلاث دقائق القصة لكن عندما نجينا يونيفورم يبغى عشر آلاف فهنا ما تقدر هنا لها أجهزة تانية حطرس مئة قطعة فوق بعض بعد سكينة كبيرة تعدي كده وتقصقس يعني لها بروسس تاني أبو محمد تتوقع في أمور كانت برضو من الأمور الصعبة اللي أنت تكلمت فيها في أمور ممكن أصعب في موضوع أنه أنتم عندكم يعني أعتقد سويتم مبادرة أنه بتوصلوا لفتيات غزة برضو الثياب والأمور هذي فإيش فكرة الموضوع هذا؟ إيوة يعني شوف كانت أياما أظن 2016 يعني شوفت الأعمال الفلسطينية في النسيج والغزل والشغل اليدوي عندهم يعني إبداع في استخدام التراث تمام؟ واللبس الفلسطيني من منسجات أو من الأزياء اللي تعجبني شخصيا الشغل اللي فيها فقلت خلينا نعمل مبادرة نسميها نبض غزة سوينا مبادرة نبض غزة وعن طريق القنصلية الفلسطينية هنا في جدة أنه نبغى تنقول لنا مثلا بنات يقدروا يعملون لنا الأعمال هادي بالتصاميم هادي تصاميمها مهمة يعني بس نبغاها بأقمشها معينة في كده فقالوا اوكي وبدوا قبل ما يدوروا لقوا قالوا في ناس جاهزين على العمل اليدوي ده وأنا قدس العمل اليدوي أكثر من مكينة طبعا بس بعدين ايوه اختارنا الأقمشة أقمش جاتنا من أوروبا طيب أقمشتنا وسوينا التصاميم عندنا وأخدنا الأقمشة ورسلناها لغزة طبعا عبل ما تروح لغزة يوقفوها هنا تروح من السعودية للأردن لمدرفين يعني عبل ما يوصلوا يعدي كده بشهر يعني الانتاج ضعيف مرة ما كانوا بثريعين لأنه يشتغلوا يعني في النهار أغلب الوقت بعد كده ما حيقدروا وبعدين لما ترجع مرة تانية تجينا مرة تانية هذا كمان تاخد لأبو شهر شهر ونصر لما تجينا ونثوي الكليكشن تمام؟ نجحنا الحمدنا حققنا الهدف دعمناهم دعمناهم يعني اشترينا منهم القطعة هذي كلها الحمد لله ورجعنا حطناها في كليكشن حقنا وثمناها نبض غزة وكان من أنجح المبادرات اللي جاء طبعا القنصل وزوجته افتتحوها وعجبهم الكليكشن وباركولا نيام في برضو واحدة من المبادرات اللي وفرتوها أو الفئات اللي وفرتو لها في موضوع فرص العمل اللي هم موضوع السجناء هذي توقع واحدة من المبادرات اللي عندكم؟ أيوة ما كانت هي على البال وعلى الخاطر ما كنت تعرف أن السجناء بيأخذوا دورات تدريبية في الخياطة أول ما عرفت كده أظن كان إعلام في جريدة أو مقالة في جريدة كلمت مدير السجون هنا في جدة وقلت له تضعتوا خبر أنه في سجناء تخرجوا أريد أن أرى ما عليهم محكمية انتهت ونستطيع أن نعينهم قال أيوة وجاب لنا ثلاثة وجاب خمسة عيننا منهم اثنين وقعدوا معنا سنتين كانوا يتميزوا بشيء معين أو عندهم تصميم أو شيء؟ لا لا كانوا خياطين يعني أنا كنت تشوف أنا من يوم فتحت في 2005 فتحنا كنت أقول يعني أوكي أنا حرفع الجودة يعني إن شاء الله أنه أسعى أنه التوب هذا يطلع بجودة جدا عالية ما ينفع توب إطلاب بجودة ما هي عالية هذا التوب السعودي يعني هذا التوب السعودي هذا يعني يمثلنا نحن كيف يمثلنا توب جودة ضعيفة ما ينفع لازم يكون توب لو قيمة تمام؟ فمن هنا جات فكرة أنه نرفع الجودة بعدين طيب توب سعودي طيب القماش من فن يجيبه؟ من اليابان المكينة من اليابان أقمشها مثلا من أوروبا الخيوط من الهند الخياطين من الهند من مصر من مغلاديش من فلبين طيب يعني كيف صار توب سعودي؟ فن السعودي فن السعودي بالضبط يعني يعني لا لازم التوب ده ينتجوا سعودين طيب سعودي إنتجوا واحد سعودي بس فمن هنا بدأت يعني أقول طيب فين السعوديين الشباب؟ يعني ليش ما يشتغلوا بياخدوا أربع ألاف الخياطين خمسة ألاف في رمضان ياخدوا سبعة ثمانية ألاف ريال كمرتب يعني وهذا مرتب كويس للسعودي يعني يعني اللي هو المهني مو الجامعي المهني ومن هنا بدأت يعني جبت السجناء هذول الرجال قلت خلاص هذول الرجال يلا بصراحة قاعدوا سنتين وما تحملوا ما تحملوا ومشيوا مشيوا ما ضغط عليهم قاعدوا سنتين ومشيوا بعدين قلت والله ما يجيب إلا بناتنا تعالوا يا بنات خلين نشوف إيش فكرة البنات الموضوع؟ أنه أنا جدتي كانت تخيط طياب يعني جوزها أو جدي يعني وأنت كمان جدت كل واحد كان عنده جدة في الأيام الماضية كانت هي اللي تسوي طياب وتسوي فساتين فإيش المشكلة أنه واحدة مرأة تخيط طيب إيش المشكلة؟ فمن هنا جات تكلمنا جميع الأمير ماجد قلنا لهم أنت عندكم بنات بتدروعوا على الخياط النسائية طب أنا أبغى أدربهم على الخياط الرجالية أبغى البنات يخيطوا تياب رجالية قالوا كيف؟ قلت لهم ما أعرف كيف يعني أنتوا الدوني المدربة حقتهم وأنا أدربها على القص التوب وخياطة التوب وقطعة التوب هذه والمراحل حق التوب أنا أدربها عندي وبعدين هي تروح تدربهم وبعد كده يجوا يشتغلوا معنا قالوا اتفقنا اتفقنا يلا وجبنا المدربة قاعدت عندنا شهر علمناها كيف تقص التوب وكيف تخيط التوب بمراحل الخياطة النفسها راح أدربتهم ستة شهور عشان كورث كامل خلصوا وجولوا خمسة عشر تلاتين بنت تلاتين بنت جو ويلا يا بنات يلا سولنا التياب وبدوا يخيطوا تياب العملة وبالديزاين وبالفكرة خلاص نديها الديزاين ونديها الفكرة طبعا ممكن كل واحدة تسوي توب كل مثلا ستة يسوي توب واحد واحد تركب الجيب واحد تركب الفرونت الباك الياغا كده وصاروا انتجوا تياب سعودي يعني الموضوع مو صعب بس هو يبغى له واحد كده يصر يصر على مبدأ معين وينفذوا ويخلصوا ما يعني هل هي كانت سهلة؟ ما هي سهلة هل هي كانت ناجحة؟ ما أقول لك ناجحة 100% وإلى اليوم اليوم البنات عندنا ما هم 30 يعني صاروا 15 ولذلك لما جاء موضوع السحودة لقنا نفسنا في البلاتيني يعني احنا سعودنا مو عشان السعودة هذه مرة مهمة ترى يعني لما جاءت السعودين مو عشان موضوع السعودة ما كان مطلوب انك تسعود أصلا شايف؟ بس أنا كنت أبغى أقول أن التوبة السعودية يلاقي يسوي سعودين ما جابوها رجالها يجبوها نساءها ما هي مشكلة فأنت من قبل فكرة السعودة؟ قبل فكرة السعودة أيها ما كان فيه نظام السعودة أصلا فلما جاء نظام السعودة والبنات موجودين طلعنا في البلاتيني فما يحتاج أصلا يعني أنت مو أخضر ولا فضي ولا بلاتيني أعلى شيء ف والحمد لله يعني ماشي الموضوع إلى اليوم عندنا بنات بيخيطوا تيابنا يعني أنا شفت برضو أنه أنتم ما اقتصرتم على يعني فكرة لومار كبراند برضو بديتم تدخلون تنشرون الوعي فدخلتم في الجوانب الرياضية يعني إيش فكرة الجوانب الرياضي معاكم؟ يعني شوف أنا ماني مشجع للكورة كثير مع أن ترى اليوم فيه مباراة مهمة اتحاد ونصر يعني لا تأخروني ماني مشجع كثير للكورة لكن أيامها كان فيه مشاكل بين الجماهير أظن كان فيه 2017 18 17 18 فثار فيه بلبلة في الرأي العام في تويتر الجمهور دا يزع المجمهور دا أو الجمهور دا يسب الجمهور دا وبدأ الجماهير يضاربوا فأنا يعني قلت خلينا نسوي مبادرة كده نلطف فيها الأجواء مش عن اللعيبة ولا عن الكورة لا أنا أريد أن أستهدف الجماهير فجيت فكرة أنه شجع بأناقة يعني لما تشجع فريقك شجعه بأناقة فاز الاتحاد على الهلال فاز الهلال على المدرمين يعني ما فرقت يعني فريقين بيلعبوا أوكي نفرح شوية ونزعب بس ما نقعد نضارب مع بعض يعني كانت مضاربات وصلت لمرحلة بالأيادي تمام فسلنا نقول نشجع بأناقة وسوينا مسابقة وقلنا هذه المسابقة في تويتر اللي يفوز فيها حيطلع شخصين حيفوز فيها حيطلعوا يشوفوا على حساب لومار في اسبانيا في برشلونة يتفرجوا على الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة وفعلا فازوا اتنين ما نعرفهم ما نعرفهم يعني كيف نفازوا؟ تحدي النفوس بين المشجعين فطلعت تشجع بأناقة يعني مونح يطلعنا هذا واحد فاز فيه واحد طلع عبارة تانية بس ما استخدمناه بس على وعدة نحن يفوز اتنين فازوا اتنين وطلعوا برشلونة تفرجوا على المباراة السنة هذه اللي فاز فيها برشلونة فازت اظن خمسة اتنين على ريال مدريد فاكر النتيجة الاثنين هذولات طلعوا طلعوا على حساب لومار على برشلونة ثلاثة ايام ورجعوا مرة تانية جدا وكيف كانت فكرة انكم انتم تعلنون للمبادرة هال هل في لاعبين كانوا موجودين هل كانت وسائل التواصل لا هو كان مينلي كان تويتر كان اكثر شيء عن تويتر اللاعبين اللي يعني اظن مبادرة تانية كانت ما هي شجع بأناقة بس هما جوا يعني جاء محمد نور جاء جمال بجندوح جاء كذا لاعب يعني فلما سويا الـ event دعيناهم وجوه يعني وجوه والله من وزارة الرياضة يعني جاء ممثل من وزارة الرياضة يعني شكرنا ومشي بس هذا انتو دخلتم بسوعة جنس ايو ايو الحمدلله ايش اظن احدى 2010-2011 اذي كده 2011 يمكن برضو كانت الفكرة انه نبغى نوصل العالمية هنوصلها بموسوعة جينيس نوصلها بمعارض نفتحها برا مهم نوصل العالمية هذا نفس الفكرة الاولى تبعك انه انا توجهي عالمي حتى بالمسمى ايو بالضبط فقلنا اوكي خلينا نسوي اكبر توب في العالم طيب وندخل في الموسوعة شفنا الموسوعة فين وصلوا اكبر توب في العالم طلعنا عنه بدورين او ثلاثة دوار بالدوار كان 12 دور اتفاع التوب وعرضه 17 متر تمام بس قلنا اوكي ما هنهدر التوب هذا يعني احنا ندخل الموسوعة وبعدين نهدر القماش لا هذا القماش سناخده ونعمله للأيتام الصغار مع جمعية البر فعملنا 400 توب للأيتام من عمر سنتين الى 8-9 سنوات فطلع 400 توب من هذا فال400 توب هذه اللبسوها الأيتام فهو لبس توب دخل موسوعة جينيس يعني فيه قيمة اضافية للمنتج اللي اخده فهو توب دخل موسوعة فايوا هذه كانت من المبادرة الجميلة جدا الحمد الله يعني ممكن بعض الاحيان نشوف انه والله الشي هذا دخل موسوعة جينيس بس تفاصيله احنا ما نعرفها يمكن كويس انه نشوفنا حاجة شي دخل موسوعة جينيس والاهم من هذا ايش التفاصيل اللي صارت بعده يعني هذا كانت قصة كويسة يعني ملهمة حلوة انه والله انا اوكي مش بس فيست بالجائزة خلاص شكرا لا اشي اللي بيصير بعده في الثوب نفسه يعني او في الجائزة نفسها او في الشي اللي صار يعني بعض المقربين مني تمام يضايقوا مني بعض الاحيان كل شيء بسوي لازم استفيد منه ثلاثة استفادات اقل شيء مش مرة واحدة وبس مش مرة واحدة ادخل موسوعة جينيس وكمان افرح الاطفال الايتام تمام ولو مارت نعرف على مستوى المحلي والعالم يعني ثلاثة اشياء ثلاثة اهداف في عمل واحد يعني مش اصفه لان ثلاثة عصفير بحجرة ماشر الله بارك الله ولو في اكتر رح افوي اكتر ممكن برضو في واحدة من مبادرات قدمتها موضوع الفاشن شو خاص بالطلاب ايش فكرتها؟ اه لا كان كان في برضو قبل ما يكون في مدارس الازياء هنا وجامعات اللي يتدرس الازياء كان في مصممات عندهم اجتهادات كتير بنشوفها في السوشال ميديا فطلعنا مسابقة قلنا قدموا على خليني نبغى نشمع عشرة مصممات محتملين تمام عندهم هواية عندهم فن نسقل لهم الفن هذا حقهم هنجيب لهم مدرسة ايطالية من اهم المدارس الايطالية في التصميم الازياء هنجيبها على حساب لومار تدي كورس خاص بالعشر المتدربات هدول وشوف هنا هاد الفائدة الاولى حق العصافير هاد حق العصافير فالفائدة الاولى انه البنات يتعلموا يأخذوا كورس ويأخذوا شهادة تمام بعدين طب اوكي وبعدين ايش تسويت شهادة تفضلي مع السلامة لا نكمل نأخذ القطع اللي هم رسموها وصمموها ينفذوها فهنا هم هيتعلموا التنفيذ انهم يخيطوا بنفسهم او يقصوا بنفسهم والميذة الاهم انه نحنا نساعدهم نحنا نبيعها لهم فرحنا اخذناها وحطناها في المعرض لومار في هذا كان في 2014 و2015 حطناها في معرض لومار وبعدين بيعنا لهم هي فهم اخذوا الرحلة كلها من رحلة الالهام ووضع التصاميم وتنفيذها وبيعها فمشروع زي ذلك كلفنا تقريبا 150 ألف ريال ما يعني كله ندفع مصاريف حتى المبيعات اللي جات من ورا الفساتين والقطع اللي هم باعوه اخذناها الديناميهية فعيشناهم السايكل كله وبرضو واحدة من الدراسة بدل ثوبك لا هذه بدأت من 2009 ايوه ايوه ايش فكرة بدل ثوبك استبدل ثوبك القديم بثوب جديد فكانت الدراسة تقول انه انه الانسان بيستخدم 70% من ملبوساته عفوا 30% و70% ما بيستخدمها يعني انت دولابك فيه لو فيه 15 توب كم توب تستخدم منه اتحدى لو كان اكتر من خمسة حق الدوام ولا حق ال اللي تلبسه هو ثوبه ايوه بيمشى عليهم كله يعني ايوه والتياب الثاني بتقعد في الدولاب اللي قصر اللي ضعف اللي ما معاش بقى قماشه ممناسب يعني زي كده فدائما الدوليب فيها هدر كبير في اللبس فقلنا دينا فضل الدولاب حقك اللي ما تبغاه يعني اوكي احول واحد خروق وخرقه للسيارة وخرقه للمطبخ اوكي هذا الطبيعي يعني بزينا لكن الباقية دينا هو هنروح ناخده نغسله نكويه نطبقه واستفيد منه واحد تاني محتاج ويصير عنده يعني يصير هو عندك في الدولاب قيمته صفر لما واحد ياخده تمام يصير قيمته جديد يعتبر تمام فالمبادرة كانت من 2009 نعملها كل سنة مرتين الى اخر مرة كانت من شهرين فهي مستمر رأي هي مستمر رأي الان يعني ولو ابغى ابدل الثوب ايش يسوي يعني هل اجي الموقع ولا ايه تجي الموقع تمام وحط طيابك تبغى تشتري من لومار اشتريه ما تبغى اذا تبتشتريه حتى تاخد تخفيض مئة ريال على اي توب جديد تبتشتريه بشرط ان انا جاي معي الثوب تبعي اذا ابدله اي توب طبعا اي توب مو شرط لومار اي توب ما تحتاجه تجيبه هتحطها في الصندوق وتمشي اذا ما تبغى تشتري تياب يعني ما في شرط انك لازم تشتري من تياب انا يعني واذا بغى ابدلها واشتري ايش اللي يصير تبدل ايش يعني ابدل الثوب يعني فاروح لكم للمعرض لا انت حتري من التوب عندنا اوكي وتروح خلاص ايو نحنا حناخده يعني بالنيابة عنك لغسله النظر لجمعية خيرية وياخده واحد ثاني اللي اول كانت قيمته صفر الآن صار في واحد ايوه بالنسبة لواحد يعتبر جديد فانت كده يعني يعني هذا هو من ضمن يعني مبادرات الاستدامة في العالم ونحنا بدأناها من قبل ما يعني الناس تعرف ايش يعني استدامة من 2009 نحنا بنسوي هذا الشيء يعني احنا ما عندنا هدر ترى الهدر عندنا في المصنع اقل من 2% وهذا النسبة العالمية في المصانع طبيعية من 2% ل3% نحنا عندنا اقل من 2% هدر وهذا يعني برضو انت لما تحط الاشياء عندك في الدولاب وما تلبسها هذا هدر هدر للمال وهذا للطبيعة انت بتاخد هذا الأقمش مثلا بوليستر فين بتنتهي مكانها فين بتنتهي بضر البيئة يا عمي وهي في الدولاب هي بتضر البيئة اذا كانت بلاستيك وكانت فأي شيء ضر البيئة نحنا نحاول انه لا نوقفه قد ما نقدر أي شيء فيه هدر ما نهدره بس هذا هو كانت لكم مبادرة في البيئة ما شاء الله تبارك الله عندنا يمكن فوق 200 مبادرة في العشرين سنة هذه أو 18 سنة مبادرات كثير كثير للبيئة كان عندنا انت اجيب لي في أي مجال حقولك كان عندنا يعني لهو مثلا موظفين لومار يوم كامل ياخدوا فيه اوف ويروحوا يحطوا شتلات في مكان ما في الكورنيش نوقفهم يوم كامل نضحي بإنتاج يوم كامل ومبيعات يوم كامل وتروح وتنظف البحر الشواطئ يعني بتكون بشكل مستمر لا لا على حسب المبادرات على حسب وقتها وبيعتها إذا نطلب مثلا قالوا مين كده والله هو مبادرة حلوة يلا خليني إيش رأيكم الشباب ينروح ينروح زي كده سويناها كم مرة يعني لكن ما هي سنوية أو كده يعني مبادرة تختلف باختلاف الفكرة وقت اللي سارت الاحتياج اللي موجود اليوم عرفت في احتياج اليوم نضف الشواطئ أنا أروح بنفسي طب إيجي معايا اثنين من الشباب أولادي إيجوا مثلاً أقول لك أشارك كلها تعالي فسارت بالنسبة لك أبو محمد مش هي شيء كمالي هو يعتبر أي مبادرة بتخدم المجتمع وبيخدم فئات نحن جاهزين أيوة خدر الاستطاعة إذا نقدر سنروح ما سنقصر إذا ما نقدر ما نقدر أفتكرت مبادرة وقلت لك أنا أحب أسوي حاجتين ثلاثة مع بعض المبادرة إنه اللهم صلى الله عليه وسلم يكون واحد من سفراءنا سفراء لومار أو أيه من سفراءنا والله حنصورهم ونحطهم في البوسترات فاقد للبصر ما يشوف تمام أوك رحنا قعت معه أوصف لي أنت كيف أنت طبعا من بتشوف شيء بيشوف أسود طب أنت كيف تلبس التوب إيش التوب اللون اللي تلبسه يهمك يعني اللون يكون لو لبستك توب أحمر قال أنا ماني شايف شيء يعني ما ألبس أي شيء بس الناس هم اللي حيشوفه يعني أخذت منه كده وطلعت من التياب كانت الفكرة دعم هدول الناس يعني إعلاميا أنه ترى هدول لهم حقوق وهدول يمكن يكون فاقد للبصر لكن ما هو فاقد للبصيرة عنده بصيرة ترى هو يعني حساس أكتر من أي حد تاني ترى هو ذكي أكتر من أي حد تاني لأنه عنده الثمع والشم واللمث يعني أزود من أي حد تاني تمام فروحنا وعرفنا الناس على فكان هنا في في هذا المنطقة فيه نقاط كده اللي هي لغة برايل فلما تلمسها كده إذا تعرف تقراها هتعرف تقراها ايو 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 فكانت موجودة هنا فكان هنا كان هنا كلمة بقوله قلي كلمة يعني إيش تبغاني إيش تبغاني إيش تبغى توصل للناس يعني فقال اه 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 فكذبناها هنا العبارة هذه فصار فصار يمشي فيها وثورنا وفي هذا وبعدين اه فصار كامبين فمنها انك انت خدمت الفئة هذه ومنها انك عرفت الناس على لغة برايل وعرفت الناس على هذه الفئة اللي هم مهم ما احنا شايفينهم يعني تمام للأسف وطلعت كوليكشن للومار ولذات مستمرة لا لا هو بس كده ستة شهور وخلاص ايه بس فكرتني والله يمكن نزله مرة ثانية لانه فعلا الفئة هذه ممكن ما خلاص اذا انت ما بتشوف فما يهمني التفاصيل في الثوبة انا اهمش اني يلبسوا كل حاجة لكن يمكن الفكرة هذه ما هي مألوفة يعني ايو ايو الحمد لله توفقنا فيها مرة لقد صدق كبير يعني المبادرات ابو محمد اللي بتقدموها هل كانت يعني بتجيكم تحديات في المبادر نفسها ولا كانت يعني متسهلة ولا كانت الفترات المختلفة يعني قبل عشر سنوات غير الآن من ناحية المعواقات اللي كانت بتصير في نفس المبادرة لا والله ما كانت متسهلة حقيقة يعني زي هذه تراجيزات بالصدفة يعني بس هي مجرد فكرة تعرفت على الولدات طيب ايش ممكن نعمل طيب كيف ممكن نساعدهم وتعاولنا مع الصم ومع البكم مع هذه الفئات تعملنا مع ذوي العاقة كنا نعملهم تصاميم خاصة بيهم تريحهم كده فلا كانوا طالما عمل مجتمعي ترى بتسهل يعني من ربنا اول التوفيق لكن الناس اللي بنشوفوا انك بتعمل عمل مجتمعي ترى بيسهلوا لك كل الأمور يعني في ظل وجود أفكار متجددة أو مبادرات إذا شافت الأمار أنها مناسبة ما ستتردد في دخولها ايوه وفي مبادرات فعلا ما هي مناسبة ما هي مناسبة يعني لا مجتمعيا مثلا ولا مثلا اقتصاديا ولا سياسيا فما نقدر نخلش فيها نتمنى بس ما نقدر نحاول ما نتطرق لهذا الشي نشوف شيء حيستفيد منه مجتمعي أحسويه غير كده ما هنقدر نسوي حاجة تخرج عنه مو عشان ننشاهر نقوم نخرج عن مألوف نسوي شيء يعني فهم عليه مختلف وما له مردود لا لازم يكون له مردود يعني أنا بلاحظ في لومار فكرة التصميم المختلف التي ذكرناها الأفكار نفسها هذه موين تجي يعني أبو محمد من وين يجيب الأفكار هذه زي ما قلت له كول إنك أنت تكون متطلع أكثر بتشوف خطوط الموضة العالمية بتلبس بتسافر بتجي يعني بتكون البيئة حقتك يعني منفتحة تمشي على رملة تقول طب ليه ما سوي تياب للصحراء مثلاً بتسبح في البحر طب ليه ما سوي توب ضد الموية فتجيك الإلهامات هذه إنه يكون عندك الاستقبال عندك مفتوح إنك ممكن تستقبل الأفكار وممكن ما يكون مقفل هذا بمعنى ما أرفض أي فكرة ما ترفض أي فكرة وأنا أؤمن إنه ما في فكرة مؤاخذة غبية ما عندي فكرة غبية من أي أحد أسمعها لا من ولد صغير ولا من رجال كبير ما في كل الأفكار أسمعها أوكي ممكن أضحك جوة قلبي بس ما أكتبها وأقول له أكتبها ترى تطلع منها هذه تطلع منها أفكار لأن هي الأفكار بتتسلسل يعني كون أنا مثلاً وزوجتي مثلاً أقول له أشوفي مثلاً هذا الألوان اللي على الطير ده ترى أنا ما أشوف زيها اللونين هذه البني والثماوي اللونين غريبة تمام؟ على الطير والطير جميل يعني وربما ما يخلق إلا كل جميل يعني طيب خلينا اللونين هذه نجربها على أزرار نجربها على كوم نجربها على قماش على سدير وتوب زي كده من هنا تيجي نستلهم الأفكار وبعدين تجارب يعني كترة التجارب كمان يولد أفكار أكتر تكون أنت رايح في اتجاه معين مع التجارب تغير اتجاه لاتجاه أفضل عرفت عليه؟ فمن هنا تيجي تيجي الأفكار أنك ما تكتل ولا فكرة خلي كل الأفكار يعني أفكار يعني تلهمك أكتر من أنها تقفل كده وتقفل عندها لا أسمع كل شيء بعض الأحيان تيجي الأفكار من أغنية بعض الأحيان تيجي من والله وأنت بتسمع قرآن ممكن تجيك فكرة أو تجيك اسم مثلاً مقتبس من آية معينة زي واحد من المبدلات كانت حروف تشوفك أنها آيات قرآنية هي ما هي آية قرآنية هي حروف ما لأي معنى مثلاً فأيوة إلهامات تيجيك من كل مكان يعني الآن الرحلة الجميلة هذه اللي مر فيها أبو محمد من بداية لومار من بداية التأسيس أو الفكرة اللي جاتك المراحل اللي عديتها المبادرات اللي التعملت لو يكون في ملخص كده جميل من أبو محمد على الفترة اللي فاتت لو قلنا في جانب المبادرات يعني مبادرات المجتمعية اللي صارت إيش ممكن يلخصنا يا أبو محمد أعتقد ما في بذرة تحطها في الأرض إلا ما تثمر يوم ما فأنت بتصرف على المبادرات هذه لأنه يعني تكلفك طبعاً أكيد فأنت أي بذرة بتحطها ما بتشوفها تطلع في لحظتها لكن ممكن ترجع مش ممكن هذا أكيد هترجع بالنفع عليك وعلى الشركة وعلى الناس اللي موجودين في الشركة ولو بعد حين فأنت تبدأ تحط بذرة من 2009 تجي في 2019 سمعت هذا البذرة فأي شيء تحطه صدقني ما هو ضائع خاصاً في الخدمة المجتمعية بيسوي خير حيجيك الخير سواء على مستوى الشخصي أو على مستوى الشركة مئة في المئة شرفتنا أبو محمد صدقني وحقيقة حقيقة يعني اللقاء جميل والمعلومات القيمة اللي فيها ممكن بتلهم الناس في المجال هذا وأي مجال متعلق بالمسؤولية الاجتماعية وأنه ما هو تابع لجهة معينة هو ممكن أي أحد في مجاله ممكن أن يدخل في فكرة المسؤولية الاجتماعية والمبادرات اللي بتكون فيها مئة في المئة وأنا أنصح يعني أي أحد يعني أول ما يعني في شركته أو في شركة اللي هو يشتغل فيها أو إذا بده يبدأ بيزنس يفكر في عمل خيري ولو بسيط ولو مرة مرة بسيط بس يحطه في الحسبان أو يحطه في النية حقته تمام؟ وإبدأ لأنه يعني إن شاء الله ربنا يبارك للجميع بإذن الله بإذن الله شكرا لك أبو محمد عفوان عفوان والله كلام ما خلص يعني بدي أقعد أكتر يعني لكن الله يكرمك يا حبيبنا وشرفت أن نورتنا حبيب تسلام تسلام موسيقى 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 موسيقى